بيبدأ الفيلم وبنعرف ان خلال الخمسين سنة اللي فاتت سكان الارض تضعفه وعددهم زاد جدا وموارد الكوكب بدأت انها تخلص والعلماء بيكونوا تعلموا زراعة المنتجات المعدلة وراثيا لكن بتكون في عواقب اللي هم عملوه وهي زيادة في حالات الحمل المتعدد والطفرات الجينية والدكتورة نيكلت كايمن اقترحت قانون ان الكل اسرة طفل واحد بس علشان يقدروا ينقذوا الكوكب وفعلا القانون بيتنفذ وكل المواطنين لازم يلبسوا اسورة من نوع خاص علشان يقدروا يحددوا ان كل واحد عنده طفل واحد بس وفيه صور تعريف للاطفال المولودين بيتعامل بشكل غير قانوني وبياخدوهم وبيدخلوهم في حالة نوم متجمد لغاية ما تتوفر ظروف احسن على الارض وتيرينس سيتمن بيروح للمستشفى وبيبلغو ان بنته كارين ولدت سبع توائم لكن حصلت مشكلة وما قدروش ينخذوها فتيرينس ما بيكونش قادر ان يدور على والدهم علشان كده لازم السبع بنات انهم يفضلوا معاه وبيفكر انه هيسميهم كلهم باسماء من ايام الاسبوع وبيدور على طريقة ان يخبيهم عن عيون الناس وان محدش يعرف انه بيربي سبع بنات وبتعدي تلاتين سنة وبتكون البنت اللي اسمها يوم الحد بتكون موجودة في الطبور علشان تحدد هويتها لكن بشكل رسمي اسمها بيكون كارين سيتمن وهي الطفلة الوحيدة للعيلة وبيكون فيه ملصقات في كل مكان عن ان كلما قال عدد افراد الاسرة كل ما ده كان افضل للعالم وبنشوف الاطفال المولدين خارج القانون وبيتخدوا بالعافية من اهليهم بواسطة عملاء خدمة خاصة وفقا لقانون التوزيع وفي الليل بتروح تشتري اكل من السوق وهو عبارة عن فار كبير وشكل كده امكانيات الحياة بدأت انها تقلل هي كمان وبتوصل للعمارة والبواب هناك بيقابلها وبيستغرب انها فيقة دلوقتي مع انها مبارح كانت سكرانة تماما فهي بتبتسم وبتفعل هويتها وبتطلع في الاسنسير ولما بتطلع للشقة لازم تدخل بصمة عينها علشان تقدر تدخل للشقة ولما بتدخل بتشيل كل المكياج من على وشها وبعدها بتجهز الاكل وكل الاخوات بيقعدوا ياكلوا وبتشرح لهم عن تفاصيل اليوم كله وكارين سيتمان على وجهك انها تاخد ترقية في الشغل وكل ده بفضل يوم الجمعة لانها ازكى واحدة فيهم وبنرجع بالزمن وبنشوف تيرينس وهو بيبدأ يشرح للبنات انهم مع اتحادهم مع بعض هيبقوا اقوى وكان بيحاول يلاقي مهنة تجمع بين مهاراتهم وكان لازم يبني قوضة سرية في البيت علشان لو حد جاء ما يكشفش انهم سبع بنات وبيدربهم كل يوم علشان لو حد جاء فجأة ازاي ياخدوا حاجتهم بسرعة ويستخبوا وبكرة بيكون اهم يوم بالنسبة لهم لان المدرسة هتبدأ وكل واحدة منهم هتروح المدرسة في يوم معين من الاسبوع ولازم يكونوا شبه بعض وهم برا لكن طبعا وهم في البيت بيبقوا برحتهم وبيتصرفوا بطبيعتهم وتاني يوم تيرينس بياخد يوم الخميس للمدرسة لكنها بتتفاجئ لما بتشوف عدد كبير من الناس والاول مرة بيروح يغير صور الهوية وما فيش حد بيشك في حاجة وبياخدها للمدرسة وبيحذرها ان حد يعرف اي حاجة عن اخوتها وبالليل بيتجمعوا للاجتماع وبيعرض لهم كل اللي حصل في اليوم علشان ما فيش حد فيهم يطلخبط في اي تفاصيل وبنرجع للوقت الحاضر وما بيكونوش يتغيرو ولسه بيعرضوا نفس الفيديوهات علشان يعرفوا كل حاجة حصلت في اليوم لكن كل البنات بيكون عندهم احلام وطموحات عايزين يعملوها لكن في نفس الوقت مش هيقدروا لان كلهم لازم يبقوا كارين سيتمان لو عاوزين يفضلوا عايشين ويوم الخميس بتكون اكتر واحدة مش عايزة تتحبس 6 يام في الاسبوع وبتفتكر لما تسللت برة البيت لما كانت طفلة ولما رجعت للبيت تيرينس اكتشف انها نقصة عقلة من صبعها وبتقولوا انها بتكره كارين سيتمان وبسبب اللي هي عملته فهتأثر عليهم كلهم لانهم نفس الشخص فبيطر انه يقطع حتة من صبع كل البنات وبيخلي يوم الاثنين اول واحدة علشان تكون قدوة لاخوتها ويوم الخميس لسه حاسة بالزنب من اللي حصل بسببها وتاني يوم البنت اللي هي يوم الاثنين كانت تعبانة لكن برغم كده كانت لازم تروح للشغل وبتقف قدام المراية وبتجهز نفسها وبتعمل مجهيج كارين سيتمان وبتنزل وعند نقطة التفتيش بتبتسم لموظف من مكتب تخصيص الاطفال اللي قال انه بيقره يوم الاثنين وبتروح للأسنسير وبتقابل زميلها في الشغل الجيري اللي بتتنافس معها على الترقية وبتكون المنافس الاول ليه لانها بتشتغل زي الروبوت وانه بيساوي مع المعلومات اللي بتخصها فيوم الاثنين بتخاف جدا وبتترعب لما بتعرف ان جيري عارف كل حاجة عن اخوتها والوقت بيتأخر جدا ويوم الاثنين ما بترجعش البيت وكل اخوتها بيكونوا قلقانين عليها جدا وبيقرروا يحاولوا دوروا عليها باستخدام الصور بتاعها لكن الجي بيقف وتاني يوم بتكون يوم الاثنين لسه ما ظهرتش وبيكونوا تدور على يوم الثلاث علشان تمشي من البيت والاخوات بيكونوا خايفين جدا ان في حاجة وحشة حصلت ليوم الاثنين ولو كارين سيتمان ماتت فكلهم هيموتوا ويوم الخميس طلبت من يوم الثلاث انها تتصرف بشكل طبيعي كأن ما فيش حاجة حصلت والباقي هيحاولوا يعرفوا ايه اللي حصل ليوم الاثنين ولما بتنزل البواب يقول لها انه ما شافهاش راجعا برح بالليل فهي بتضحك معاه وبتوه وعند نقطة تفتيش تحديد الهوية لحسن الحظ ما كانش فيه اي مشاكل واول حاجة عملتها نشاطت جهاز التتبع بتاعها علشان اخوتها يسمعوا كل حاجة هي بتسمعها وبنشوف ان كارين سيتمان اترقت وعرفت من السكرتيرا انها راحت تحتفل بالترقية في البار المفضل عندها ويوم الثلاث لحظت ان جيري كان بيرقبها باستمرار وبعدها دخلت للبار وحاولت تسأل الويتر بشكل مخفي عن تفاصيل اليوم اللي فات وعرفت انها ما شربتش غير كاس واحد بس لان جيري كان مخنق عليها جدا وقبل ما تمشي بتتخانق مع جيري وبتعرف انه عارف السر بتاعهم وما فيش اي اختيار قدامهم كلهم غير انهم يتكلموا مع زملهم وفجأة بتظهر عربية سودة قدامها وفي اتنين بيقابلوها وبيطلبوا منها تركب معهم ولما ركبت بيوقفوا السور بتاعها والاتصال بيتقطع من الاخوات وبعدها يوم الثلاث بتتنقل لمكتب تخصيص الاطفال وادريان نولز نفس الموظف اللي بتسم لها قبل كده لما شاف المنظر ده قلق جدا ويوم الثلاث قلقت جدا ودخلت في حالة رعب لما دكتورة نيكولات كيمن قبلتها بنفسها وكانت مزهولة جدا انهم قدروا يخبوا الموضوع لمدة 30 سنة لكن يوم الثلاث بتحاول تداري وبتقول انها كارين سيتمان وهي الوحيدة لكن الدكتورة بتقولها ان جدها كان قناني جدا لانه ربا سبع بنات وهم اخدوا الاكت والشرب من سكان العالم الباقيين واللي عايشين بشكل قانوني لكن يوم الثلاث بتحاول تكذب الموضوع لكنهم بيمسكوها وانيكولات بتؤمر انهم يمسكوا باقي البنات والاخوات بيكونوا في البيت وبيقلقوا جدا لما الاختين بيغتفوا وفجأة بيشوفوا ان فيه ناس مسلحين قدام الباب وبيقتلوا البواب وباستخدام عين يوم الثلاث بيقدر انه يطلع للشقة بكل سهولة لكن بتكون كل الاخوات مستخبين في القضة السرية وكل الجنود بيفتشوا في المكان لكن القائد بيكتشف الباب السري وبيفتح الباب عليهم وبيأمورهم يطلعوا لكن بتكون فيه واحدة من الاخوات مش موجودة وفجأة يوم الخميس بتظهر من وراهم وبتضرب جندي وعلى طول القتال انفجر ما بينهم والاخوات كانوا مدربين من الطفولة علشان كده كانوا قادرين يدفع عن نفسهم وفي النهاية الاخوات قدروا ينتصروا على الجنود لكن يوم الحد بتكون مصابة بشكل خطير جدا وبتموت قدام اخوتها وبنشوف نوكلات وهي مع الاطفال اللي هم اخدوهم من عيلتهم وبتفكر ان كل اللي بتعملوا ده من اجل الانسانية وبتطلع برة والمساعد جوبي بلغها ان ما فيش رد من مجموع التعتقال فالدكتورة بتفضل تفكر ومتشككة اذا كانت بتعمل الصحة ولا لا فجوبي يقول لها انها مش مسؤولة عن اللي بيحصل لكن اهالي الاطفال هم المسؤولين ودلوقتي هم محتاجين يركزوا علشان يقبضوا على كل الاخوات في البداية نيكولات بتؤمر جوبي انه يخلص على جيري والاخوات بيحددوا مكان جيري ومش هيقدروا يعيشوا برة في العالم الخارجي لان فيه كاميرات واجهزة كشف وكل ده هيبقى خاطر عليهم جدا وتاني يوم يوم الاربع بيجي دورها وبتكون هي اقوى واحدة في اخوتها وبتكون عايزة تدور على جيري علشان تكتشف اللي هو عارفه بالزبط واخوتها هيشوف كل حاجة هي شايفاها ويوم الاربع بتوصل عند بيت جيري وبيتفاجئ جدا لانها جايله في ساعة غير ساعات الشغل وهو في الحقيقة مش عارف ان فيه قناص ماشي وراه وبعدها يوم الاربع بتحاول انها تطلع منه اي معلومة فهو بيقولها ان سرها يبقى في امان لو تنازلت عن الترقية لكن فاجأة بتطلع مسدس كهرباء واللي بيكون اتمنع اصلا وبيخاف جدا من المسدس وبيكون مش عارف اي حاجة عن باقي الاخوات لكنه عارف عن تحويل الفلوس الكبير الغير قانوني لنيكولات كيمان لكن مفيش واحدة من الاخوات عارف اي حاجة عن الموضوع فيوم الاربع بتطلب منه يجيب لها نسخة من العقد اللي هو لقاه لكن فاجأة القناص بيقتله فيوم الاربع بتجري وبتقفل الستاير علشان القناص ما يشوفهاش لكن المبنى كله بيكون اتحاوط بقوات الامن ويوم الاربع بتكون متحسرة والجنود بيطلعوا في الشقة وبيدوروا فيها وفي جندي بيدخل الحمام ويوم الاربع هجمت عادية على طول وقتلته وبتاخد سلاحه لكنه ما بيشتغلش غير ببصمة الصبعة فبتقطع صبعه وبتقتل الجنود اللي قدامها وكل الجنود اللي في الشقة والقائد بيأمر المجموعة التانية تدخل المبنى وبرغم من سقوطها الجامد اللي انها بتقوم وبتكمل طريقها والجنود بيجروا وراها ويوم الجمعة بتقترح عليها الاماكن اللي تجري فيها علشان ما يقبضوش عليها وبتشوف قدامها مظاهرات وشغب كتير فبتتدرى فيهم لكن الجنود بيجروا وراها فبتتفادى الرصاص وسط التجمع وبتهرب لمبنى وفي نفس الوقت كان فيه خبط على مكتب لاخوات وكان عميل من مكتب تخصيص الاطفال فالاختين بيستخبوا ويوم السبت هي اللي بتفتح وبنشوف انه ادريان نولز وعلى طول يوم السبت بتعرف انه يعرف كارين وبيباني انهم على علاقة وثيقة جدا ببعض وبيطلب انه يدخل وفعلا بتدخله وجوه بيقرب منها وهي بتتفاجأ لكن بعدها بتدخل القضى مكان الاخوات وبتنزل من البيت وبتاخد معها ادريان وبتكون عايزة تعرف انهي اختي فيهم اللي على علاقة بيه وفي نفس الوقت يوم الاربع بتقاوم الجنود وبتهرب للسطح ولازم تنط للمبنى التاني علشان تهرب من الجنود وبتنط على المبنى لكن جوه بيضربها بالرصاص وبعدها بيقرب منها وبيوقعها من المبنى وبيخلص مهمته بتموت وبكده بيكون فاضل تلات اخوات بس وبنشوف يوم السبت وبتوصل لبيت ادريان وبتشوفه هو متصور مع كارين وبيباني انهم على علاقة ببعض من زمان ويوم الجمعة بتفتح الملف السري وبتكتشف تحويل كبير من كارين سيتمان للحملة الانتخابية بتاعت نيكلات كيمان وكلهم كانوا محترين لما عرفوا بالخبر ده ويوم الجمعة بتقدر انها تختارك كاميرات المرأبة بتاعت مكتب تخصيص الاطفال وبيشوفوا في القوضة اختهم يوم لتنين وبيفرحوا جدا انها على قيد الحياة وادريان بيكون لازم يروح للشغل لان النهاردة يوم مهم جدا لان نيكلت جاي لهم المكتب وبيكون متأكد انهم بيعملوا حاجة كويسة جدا في المكتب وبيكون متضايق الانه بيقدر يقضي مع حبيبته يوم واحد بس في الاسبوع وهو يوم لتنين وساعتها الاخوات عرفوا مين اللي على علاقة بأدريان وبيقرروا مع بعض كلهم انهم يحرروا اختهم علشان يوروا للعالم كله حقيقة نيكلت كيمان ويوم السبت ما بيكونش عندها وقت لان الجنود دخلوا البيت وقتلوها وفي نفس الوقت بيقتحموا شاقة كارين لكنهم بيقدروا يهربوا من الباب الورا ولما بينزله يوم الجمعة بتقرر انها تقعد علشان تقضي على كل حاجة تثبت انهم موجودين وبتنقل لاختها البيانات على الصور بتاعها وبعدها بتحط غاز في المايكرويف وبتودع اختها والشقة بتنفجر وساعتها يوم الخميس بتقع على الارض وهي زعلانة وادريان سمع عن الحثة عن طريق الراديو بعرف ساعتها انه عنوان حبيبته فبيطلع يجري على طول ناحيته وبيوصلوا بيشوف جثة كارين سيتمن وبيحاولوا انه يقرب لها لكن الجنود بيرفضوا وبيمسكوا ولما بيرجع للعربية يوم الخميس بتهاجمه وبتفكر انه بلغ عليهم كلهم وسلمهم لكنه بيتصدم اول ما بيشوفها وساعتها بتعرف انه ما كانش عارف اي حاجة عنهم وساعتها بتقوله ان حبيبته يوم لتنين عايشة فمنحته الامل من تاني وراحوا مع بعض للمكتب وهي مستخبية وادريان كان متنكر بلبس العميل اللي مفروض هيجيب الجثة ويوم الخميس بتعرف حقيقة اللي بيحصل في كابسولات التبريد وبتكون في الواقع افران والاطفال دي مش هيصحوا في المستعبل ولا حاجة وبتسجل كل ده على الصور بتاعها وادريان ما كانش مسدق اللي بيحصل واللي نوكلت عملته والموظفة بتيجي تفتح الكابسولة فعلى طول يوم الخميس بتزقها في الكابسولة وبتقفل عليها الباب وبتموت وموظف تاني بيهجم عليها لكنها بتقضي عليه وساعتها بيجروا وبيدخلوا اوضة وبيشوف اختها لكن بتكون يوم التلات مش يوم لاتنين وفي نفس الوقت بنشوف يوم لاتنين وهي سليمة تماما اخوتها علشان تحقق هدفها وبتختنع دلوقتي انها كارين سيتمن الحقيقية ويوم الخميس بتاخد لبس يوم التلات وبتلبس لبس كارين وبتحضر الحملة الانتخابية بتاعت نيكوليت وفي نفس الوقت يوم التلات وادريان بيتظاهروا انها مسكرة هنا عندها والخدعة بتنجح ويوم الخميس بتنجح انها تلاقي يوم لاتنين وبتعرف ان هي اللي عملت كل ده وكانت سبب في موت اخوتها ويوم التلات قدرت انها توصل لقاعدة البيانات ووصلت للبث المباشر ويوم الخميس ما كانتش عارفة ليه اختها عملت كل ده فيوم الاتنين بتهددها بمسدس وقالت انها قابلت ادريان وحبته جدا وكل حاجة تغيرت من بعدها وكان لازم واحدة منهم بس هي اللي تتبقى فعلشان كده حصل قتال ما بينهم لغاية ما واحدة طعنت التانية وبعدها خرجت للناس وادريان بيتقتل مع الجند اللي دخل وبيقدر يتغلب عليه ونيكوليت بتوضح للناس عن نجاح برنامج توزيع الاطفال وساعتها نيكوليت بيغمى عليها وكل الناس بيعرفوا اللي هي كانت بتعمله وهي بتقول انهم ما حسوش باي قلم وبتجرى على كارين وبتشد شعرها وبنكتشف انها يوم الخميس ويوم الاتنين طلعوا مسك المسدس فجو بيضربها وقادريان بيقتله ويوم الاتنين وهي واقع على الارض بتفتكر وهي صغيرة لما دخلت على جدها وهو عمالي عيط واليوم ده كان نفس اليوم اللي قطع لهم فيه صوابعهم وقال انه كان بيحاول يحميهم ويوم الخميس بتقرب من اختها وبتمسك ايدها وساعتها اختها بتطلب منها ان اطفالها اللي لسه مجوش مايتاخدوش منها ابدا وقادريان بيجرى على حبيبته لكنها بتموت وبتسيبه وبعدها المظاهرات بقت كتيرة جدا على الغاء قانون التوزيع ونيكوليت بتكون مستنية لمحاكمة بتاعتها واطفال يوم الاتنين اتحطوا في رحم صناعي والدكاترة رجعوا عين يوم التلات وبيكون عندها اسم الوحدها دلوقتي وهو تيري اما يوم الخميس فاحتفظت باسمها كارين سيتمن وعملت كل حاجة علشان تحمي اطفال اختها ونجحت في كده وهنا بيخلص الفيلم ونتقابل في تلخيصة جديدة وشكرا للمشاهدة